المورد الخامس الأعلام جزء خامس في صفحة 321 قال الزركري ابن العلقمي من سنة 593 إلى 656 هجري محمد بن أحمد مؤيد الدين الأسدي البغدادي المعروف بابن العلقمي وزير المستعسم العباسي صاحب الجريمة النكراء في ممالئة هولاكو على غزو بغداد في رواية أكثر المؤرخين هذا ما سجله الزركلي يقول صاحب الجريمة النكراء في ممالئة هولاكو في رواية أكثر المؤرخين اشتغل في صباه بالأدب وارتقى إلى رتبة الوزارات في سنة 642 هجري فوليها أربعة عشر عاما وثق به المستعصم فألقى إليه زمام أموره وكان حازما خبيرا بسياسة الملك كاتبا فصيح الإنشاء اجتملت خزانته على عشرة آلاف مجلد صنف له الصغاني العباب وابن أبو الحديد شرح نهج البلاغه قبل قليل ماذا قال قال صاحب الجريمة النكراء في ممالئة هولاكو في رواية أكثر المؤرخين لاحظ هنا ماذا يقول يقول نفى عنه بعض ثقات المؤرخين خبر المخامرة أي خبر التآمر والخيانة نفى عنه بعض ثقات المؤرخين بعض ثقات المؤرخين خبر المخامرة على المستعصم حين أغاره لكو على بغداد سنة 656 واتفق أكثرهم على أنه ما لأه التفق جيدا لاحظ حتى تعرف من يريد أن يكتب كيف يكتب ويريد أن يعطي ما يعتقد به أو ما يحتمله فيضطر إلى طرح ما يريد أن يطرح بأسلوب خوفا من الجو العام خوفا من رفض الكتاب خوفا من طباعة الكتاب خوفا من بصش السلطان لاحظ أكد في الحالة الأولى قال في رواية أكثر المؤرخين وهنا قال بعض ثقات المؤرخين نفى خبر التآمر والخيانة التي نسبت لابن العلقمي ويقول واتفق أكثرهم على أنه ما لأه إذن هناك قال في رواية أكثر المؤرخين وهنا تحدث عن بعض ثقات المؤرخين وأكثر المؤرخين ولي لهولاكو الوزارة مدة قصيرة ومات ودفن في مشهد موسى بن جعفر في الكاظمية ببغداد عليه الصلاة والسلام وخلفه في الوزارة ابنه عز الدين محمد بن محمد بن أحمد وهناك روايات بأن مؤيد الدين ابن العلقمي أهين على أيدي التتار بعد دخولهم وما تغمن في قلة وذله لاحظ دائما يعني يريد أن يتخلص مما يعتقد به أو مما يشكك به فيطرح هذه القضية مراعاة للرأي العام فيقول هناك روايات تقول بأنه قد أهين على أيدي التتار هذا ما ذكره الزركة ترجمة نانسي قنقر